سبت غير ذلك تبا يا حاسب اليوم الشارع بتذكر لكم على الاقل الشارع السوري بتذكر فترة يعني اخر السبعينات وفترة الثمانينات بتذكر تفجيرات استهدافات اتهمة فيها الاخوان المسلمين انتم تقولون ليس التنظيم الاساسي وانما هو طليعة المقاتلة ولكن بالنهاية هم افراد من الاخوان المسلمين يعني خرجوا من بيئتها خرجوا من هذا الفكر الذي انت تقول انه يحمي التعددية والتنوار صحيح بعضهم كان وعندما تصرف بعض الصرفات فصلوا من التنظيم ان ثقافة التنظيم ليست عكزا لكن هم كان فعلهم ردوا فعل عندما اخذوا مروان حديد وقتلوا في السجن وقتلوا عدد يعني هم النظام هو البدأ كما قلت من الاربعة وستين بدأ بهذا طبعا بعض الشباب صرف صرفات خاطئة ونحن انتقدناها في حينها حتى واستنكرنا حتى حادثة مدفعية استنكرنا كل هذه القضايا لكن تعنت النظام هو كان يجر الناس لهذه يعني انت تستنكر هذا اللجوء الى العنف اليوم الاخوان المسلمين تنبذ العنف نعم قولا واحدا تنبذ العنف اه تنبذ العنف لكن يختلف عن الآن ما يجري في سوريا من ان الشعب بعد هذا القمع والقتل والاجهار من حقه ان يدافع عن نفسه هذا واحده والعنف اللي ماله مبرر الآن هذا لم يعد عنفا اصبح دفاعا عن النفس دفاع مشروع عن النفس هل تميز بين هذه وهذه نكون في ترافض هل اليوم انتوا مستعدون في هذه اللحظة الحساسة بتاريخ سوريا بطبيعة الحال هل انتوا مستعدون ان تقدموا مثلا اعتذار للشعب السوري عن الفترة التفجيرات اللي صارت للم الوحدة الوطنية لغسل النفوس اي تفجيرات الاثمانين الاسبكية والمدفعية واستهدافات فردية نحن اذا مننا نعتزل نعتزل على الفضايا فعلنا والعلي دكتور العلي والصايغ نحن لم نفعل هذا احطك بصورة كمان اكتر منها نحن ما فعلنا شيء نعتزل عنهم فاذا الناس نحن نستنكر ما جرى رغم عن